اشتركوا في القناة ان الصدق امتاد لان الاعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها وانما تنتهي الاعمال بانتهاء الاجر يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون فامرنا بالبقاء على الاسلام الى الموت وقال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله وقال الحسن البصري رحمه الله ان الله لم يجعل لعمل عبده المؤمن امدا دون الموت ثم تلاقى له تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله فيشرح الانسان ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر من اوله او وسطه او اخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم بتهر كله وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا يبالي اصامها من اول الشهر او ام وسطه ام من اخره ولكن الافضل ان تكون هذه الايام الثلاثة ايام الفيض وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هناك ايضا صوم اسبوع يتكرر بتكرر الاسابيع وهو صوم يوم الاثنين والخميس فان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول هما يومان تعرض فيهما الامان على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم هناك صوم حول على مدار السنة صوم يوم عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه انه يحتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشورة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله يكفر السنة التي قبله فالصيام الحمد لله لم يزل مشروعة وهذه الأيام التي في صام يكمل بها الخلل الحاصل في صوم رمضان بل يكمل بها الخلل الحاصل في صوم رمضان لأن صوم رمضان لا بد أن يكون فيه خلل إما كلمات محرمة يقولها الصائم وإما فعل محرم يفعله الصائم وإما إخلال دواجب يخل به الصائم فيحتاج إلى ترقيع لأن هذه خروق في الصيام يحتاج إلى ترقيع فبماذا ترقع؟ ترقع بالنوافل ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة ويرقع بها خلل فر القيام لا يزل مشروعة في كل ليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأغفر له حتى يطلع الفجر وذلك كل ليلة إذن فالقيام مشروع في كل ليلة والصلاة أيضا مشروعة في كل وقت ما عدا أوقات النهل فإنه لا وصل فيها إلا الفرائض أو النوافذ التي لها سبب أكثر من الصلاة ليلا ونهارا ولهذا قضى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اسأل يعني ماذا تريد أن يكافئك به قال أسألك مرافقتك في الجنة انظر للهمة العالمة ما سأل شيء من الدنيا سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة فقال أو غير ذلك قال هو أداك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود قال العلماء بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة لأن الصلاة يطلق عليها اسم السجود حيث إنه ركن فيها كما يقال أعتق رقبة أي عبدا كاملا لكن لما كانت رقبة لا يمكن وجود الحياة إلا بها أطلق عليها أطلقت على جميع العالم الصدقة لم تنتهي برمضان كل وقت يشرع فيه الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفو الخطيئة كما يطفو الماء النام أينا لم يخطر كل بني آدم خطى وما أكثر أخطائنا وما أكثر إسرافنا على أنفسنا والصدقة تطفو الخطيئة كما يطفو الماء النار والصدقة صدقة وإن كانت شق تمرة نصف تمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإذا تصدق الإنسان من طيب فإن الله تعالى يأخذ صدقته بيمينه ولو كانت بتمرة فيربيها كما يربح الإنسان فلوه حتى تكون مثل جبل العظم فتصدق ثم أعلم أن الصدقة ليست هي التي يتصدق بها الإنسان على شخص أجنبي ليس من أهل بيته الصدقة على أهل بيتك أفضل من الصدقة على الأجانب والإنفاق على أهل البيت صدقة بل إن الدينار التي تنفقه في نفقة نفسك هو صدقة أيضا صدقة على نفسك والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك على القريب صدقة والسلة المهم أن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سادق نادي وقاص فقال له واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك نفقة أين نفقة فهي نكرة في سياق النفقة تشمل كل نفقة قليلة أو صغيرة قليلة أو كثيرة فإنك تؤجر عليها بشرط أن يكون ذلك لله تبتغي بها وجه الله إلا وجهت عليها حتى ما تجعله في ثم امرأتك مع أن إنفاقت على امرأتك فرض واجب لو لم تنفق لقالت إما أن تنفق وإما أن تطلق فأنت تنفق عليها تعليفا لها وقيام بواجبها وخوفا من أن تطالب بالطلاق ومع ذلك تؤجر عليه على النفقة عليه فالأبواب لله انت كثيرة واسعة وإذا كان صوم رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب وكذلك قيامه فإن هناك أسباب أخرى لكفرة الذنوب إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمد مئة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر الله أعلم نعمة عظيمة سبحان الله بحمد إذا قلتها مئة مرة غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر ومعلوم أنه لا يمكن أن يحسي أحد زبد البحر وقولك سبحان الله وبحمد لا يستقرق من وقت كثيرا أعتقد أن الإنسان إذا قاله بتوسط في عشر دقائق تكمله أو أقل وتكمله أيضا وأنت تمشي في السوق وأنت جالس في بيتك وأنت جالس وإن تنتظر الصلاة سبحان الله وبحمد مئة مرة تغفر لك تغفر لك فيها خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر ولهذا قال العلم ينبغي أن يقول هذا في آخر النهار ليكفر ما عمله في نهاره والخير كثير لله لكن نحتاج إلى عمل نحتاج إلى احتساب عندما يتوضع الإنسان في بيته ويصبغ نوضه ويخرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة أتدرون ماذا ثوابه؟ لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة اللهم لك الخطوة الواحدة لك فيها فائدتان الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجة والثانية أن يحط عنك بها خطيئة وهذه نعمة كبرى لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يقدرون هذا؟ أين الذين يشعرون حين يخذون من بيوته من المساجد بهذه الشعور؟ أكثر الناس إما جاهلون بهذا ما يدري وإما عالم لكنه غافل لا يحتسب ولهذا ينبغي لك أن تحتسب ما تعمله من خير تحتسبه على الله بمعنى أن ترجو بذلك ثواب الله فنسأل الله تعالى نعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا رفعة في درجاتنا وقرب وزلفة لديه إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسلامه شكرا